بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبابي الرائعين طلاب طالبات الصف السادس أعزائي إن شاء الله في هذا الفيديو سنقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة وأسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل المتعلقة بدرس موقفاني من حياة الصحابة طبعا أعزائي تعرفنا على الدرس وقرأنا المواقف وناقشناها وتعرفنا على نبل أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم وعلى وصايا علي بن أبي طالب لابنه الآن دعونا نقوم بحل هذه الأسئلة نبدأ أولا بأسئلة المعجم والدلالة طبعا في السؤال الأول وهو ليس سؤالا هو أضف إلى معجمك معنى الأحمق وهو الذي لا يحسن التصرف ومعنى السراب ما يرى عند اجتداد الحر وسط النهار كأنه ماء أثناء الشرح طبعا فهمنا المعنيين وناقشناهم دعونا نبدأ بالأسئلة فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط في كل جملتين متقابلتين فيما يأتي يعني في عندي كلمات متشابهة في الكتابة ولكنها ضمن جمل مختلفة فإذا اختلف السياق اختلفت الجملة باختلف المعنى لاحظوا عندي في المجموعة ألف فأدركه وقد دخل بيتا فقيرا في الجملة المقابلة لها أدرك القاضي الحقيقة إذن عندي هون فأدركه وأدرك ما الفرق بينهما أدركه وقد دخل بيتا بمعنى حكينا يا سادس أثناء شرح الدرس بمعنى لاحق به إذن أدركه أي لاحق به وقد دخل بيتا فقيرا لاحظوا الآن أدرك القاضي الحقيقة ما معنى أدرك الحقيقة؟ أي عرفها أو فهمها إذن عرف وفهمها أدرك هنا معناها عرف وفهمها لاحظوا في المجموعة با التف الصبية الصغار حول العجوز العمياء ما معنى حول بهذا الشكل يكون حول على شكل دائرة أي أحاطوا بها حول بمعنى يحيط به كمان مرة شو يعني حول يحيط به يعني تحلقوا على شكل دائرة قدم أبو بكر المساعدة لعجوز لا حول لها ما معنى هنا حول؟ هل معناها يأحاطوا بها؟ لا طبعا حول هنا بمعنى قوة وقدرة واستطاعة يعني هذه العجوز لا قوة لها لا قدرة لا حول لها لا استطاعة لها هي لا تملك القدرة تمامي سادس؟ طيب دعونا ننتقل للسؤال الثالث صل بخط بين الكلمة وضدها فيما يأتي واكتبها في دفتركة إذن أنا عندي مجموعتين في المجموعة الأولى الكلمة في المجموعة الثانية أو في الجدول الثاني ضد هذه الكلمة أو عكس هذه الكلمة يعني أنا أتعامل مع كلمات متضادة أو كلمات متقابلة أو كلمات متعاكسة لو جبت لك يا سادس استخرج من النص كلمتان متضادتان يعني الكلمة وعكسها لاحظوا عندي الأحمق ما عكس الأحمق؟ اتفقنا أنه الأحمق هو الإنسان الذي لا يحسن التصرف ما عكس الأحمق؟ هل عكسها الكريم؟ مستحيل ما عكسها؟ العاقل إذن عكس الأحمق العاقل الأبله لاحظوا هنا هي بنفس معنى الأحمق أنا ما بدي نفس المعنى أنا بدي معنى معاكس أو مضاد إذن الأحمق عكسها أو ضدها العاقل البخيل ما ضد البخيل إنسان بخيل بنحكي عكسه إنسان كريم إذن ضد البخيل الكريم أكره ما عكس أكره عكسها أحبه أكره هذا الشيء ضدها أو عكسها أحبه هذا الشيء تمام طب ننتقل الآن للسؤال الرابع السؤال الرابع يا سادس مهم أرجو أنه تنتبهوله لماذا؟ لأنه هذا السؤال في معاني مختلفة باختلاف الحركات يعني إذا أنا اختلف عندي حركة واحدة لحرف معين بيختلف المعنى تماما لاحظوا معي نلاحظ المجموعة هون اللي أنا لونتم باللون الأزرق عشاء وعشاء في الكلمة الأولى العين مكسورة في الكلمة الثانية أصبحت العين مفتوحة نلفظها مع بعض عشاء وعشاء ما الفرق بين العشاء والعشاء لاحظوا أنا بدي أفرق في المعنى منتبه إلى حركة العين العشاء هو وقت ما بعد المغرب نحكي طبعا أعزائي صلاة العشاء حان وقت صلاة العشاء ما معنى العشاء؟ العشاء هو وقت ما بعد المغرب طب لو فتحنا العين أصبحت عشاء ما المقصود بالعشاء؟ العشاء هو وجبة طعام متى تقدم؟ في المساء إذن ما هو العشاء؟ هو وجبة طعام تقدم في المساء لاحظوا اختلاف حركة العين خلت المعنى يختلف تماما بين الكلمتين طب نلاحظ مع بعض الفرق بين عينان وعنان عينان العين مكسورة عنان العين مفتوحة هل هناك فرق؟ بالتأكيد هناك فرق بين الكلمتان عينان هاي هاي مس هون باللون الزهري معناهم عينان هو الحبل الذي تمسك به الدابة أو تربط به الدابة للتحكم بها يعني إذا لاحظتوا الدواب شو يعني الدابة؟ الدابة هو الحيوان المسير زي الحمار زي مثلا الحصان في حبل تربط فيه هذه الدواب طبعا هذا الحبل بيكون موصول مع اللجام اللي بيعرف يعني عن الدواب ممكن يفهم عليه أكثر إذن هناك لجام للدابة الحبل الذي تمسك به الدابة أو يربط به اللجام وسميه عينان الدابة إذن نفهمنا ما هو العينان؟ طب لو فحركنا العين بالفتح قلنا عنان ما المقصود بالعنان؟ نقول عنان السماء ولو بلغت خطاياه عنان السماء ورد في الحديث الشريف ما معنى عنان؟ عنان بمعنى ما يبدو من السماء عند النظر إليها الآن يا سادس لو نظرنا إلى السماء أي نقطة في السماء بتنظر أنت خلال هذا النظر إلى السماء بتنظر إلى السماء وتستطيع أن تراها هذا بسمي عنان السماء أي ما يبدو من السماء عندما ننظر إليها وممكن أيضا عنان لها معنى آخر وهو السحاب العنان أيضا هو السحاب تمام؟ طبعا أعزائي هذه الكلمات موجودة في المعاجم وممكن ترجعوا للمعاجم وتستخرجوها الآن نلاحظ السؤال الخامس عد إلى المعجم واستخرج معاني الكلمات الآتية طيب خلونا نشوف ما معنى قدور قدور اتفقنا أنها جمع ما مفرد قدور مفردها قدر وتعني وعاء الطبخ إذن القدر هو وعاء الطبخ أوصى ما معنى أوصى؟ أوصى هنا بمعنى نصحة أوصى الأب ابنه أي نصحه بالنصائح قدم له نصيحة مكث في البيت مدة من الزمان مكث بمعنى بقية إذن ما معنى مكث يا سادس؟ مكث بمعنى بقية وصلنا إلى السؤال السادس السؤال السادس اقرأ الجمل الآتية وهات جمل من إنشائك على نمطها إذن المطلوب أن أقرأ الجمل الموجودة عند يمس وأجيب جمل على نمطها يعني أستطيع أن أكتب جمل من إنشائي على نمط هذه الجمل لاحظوا معي مثلا هنا إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك اتفقنا أن هذا الأسلوب عندما أقول لإنسان إياك وأن تفعل كذا إياك أن تقول كذا إياك هاي إياك أسلوب ماذا يا سادس؟ إياك مهم جدا أن نعرف أنها أسلوب تحذير إذن إياك أسلوب تحذير أنا بحذر الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل طبع طولا جملة تشبه هذه الجملة من إنشائكم على نمطها إياك ومصادقة الأحمق نقول مثلا إياك ومصادقة أو مصاحبة الفساد الإنسان كثير الفسد الذي يفسد يحب أن يفسد في الأرض هذا الإنسان الذي يحب أن يفسد في الأرض أسميه فساد إياك ومصاحبة الفساد لماذا؟ لأنه يفضح سرك دائما إذن أنا هنا أبدأ أبرر لماذا أنت بتحكي لي لا تصاحب الأحمق أو لماذا تخبرني أنه لا أصاحب الفساد فإنه يفضح سرك دائماً ليه؟ لأنه إنسان فساد يعني لا يستطيع أن يحفظ المعلومة ويريد أن يفسد بين الناس فبالتالي ويفضح الأسرار العالم وأسرار الناس ولذلك لقب بالفساد طيب دعونا ننتقل للجملة الثانية عشان نحاول نجيب جملة على نمطها اجعل نفسك ميزاناً ما بينك وبين غيرك اجعل نفسك ميزاناً اجعل الأعزاء فعل ماذا؟ فعل أمر إذن هذا بسمي أسلوب أمر يفيد النصيحة أو بغرض النصيحة هذا الأمر شو الهدف منه؟ اجعل نفسك ميزاناً أراد الأب أن يقدم لابنه نصيحة إذن هذا أسلوب أمر بيكون بغرض النصيحة أو لتقديم النصيحة خلونا نجيب مثال بشبهه نقول اجعل الصدق شعارك في القول والعمل اجعل الصدق شعارك متى في القول والعمل الأسلوب الثالث أعزائي والله لقد أتعبت من بعدك والله أسلوب ماذا؟ أسلوب قسم الآن نحاول نجيب أسلوب قسم بشبهه والله لقد أحسنت التصرفة إذن هذا كما اتفقنا يا سادس بسميه أسلوب قسم والله لقد أحسنت التصرفة فطبعا أنتم سادس تستطيعوا أن تحضروا أي جمل ترونها مناسبة لا تتقيدوا بالمثال اللي أنا وضعته أو الجمل اللي أنا وضعت أو قمت بإنشاءها أنتم تستطيعون أن تضعوا أي جملة ترونها مناسبة اتفقنا بس بهمني جدا تعرفوا أنواع هاي الأساليب أو أسماء هذه الأساليب يا سادس دعونا الآن ننتقل إلى حل أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل نبدأ بالسؤال الأول بناء على ما درسناه أثناء شرح الفيديو صف حال المرأة التي ساعدها أبو بكر الصديق كيف حكينا حال المرأة؟ وصفوه لحال المرأة يا سادس طبعا هذا الكلام موجود أين؟ موجود في النص موجود في الموقف الأول صحيح؟ وصف لنا أو وصف لنا في الموقف الأول حال المرأة هذه المرأة لاحظوا الإجابات عندي هون يا سادس إجابة السؤال الأول امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار كمان مرة امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار ممكن نضيف عليها وتسكن في بيت فقير لأنه في البداية طبعا ورد في النص أنه دخل أبو بكر الصديق دخل بيت فقير صح؟ فبالتالي ممكن نضيف هاي العبارة أيضا طب نشوف مع بعض السؤال الثاني ماذا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر شرحناها بالتفصيل يا سادس صحيح واتفقنا أن المقصود من هذه العبارة أي سننت سنة حميدة ولكنها تحتاج إلى جهد ومشقة حتى تطبق إذن كيف أتعب أبو بكر من بعده؟ طبعا هذا مدح لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه سنة سنة حميدة ولكن هذه السنة تحتاج إلى جهد كبير ومشقة حتى تطبق بالذات من قبل الخلفاء لاحظوا السؤال الثالث برأيك أنت؟ برأيك الشخصي؟ ما الذي أبكى عمر بن الخطاب؟ يعني مس هذا ورد الجواب في النص؟ لا لم يرد في النص طب أنتم يا سادس لماذا تعتقدون عفوا أنه عمر بن الخطاب بكى؟ لماذا بكى عندما سمع ما قالته المرأة؟ طبعا أنا أعتقد وأنتم أتوقع أنكم مثلي تعتقدون أنه أبو بكر الصديق عفوا أن عمر بن الخطاب بكى؟ لماذا؟ لأنه خاف من عقاب الله طب كيف يمس خاف من عقاب الله؟ لأنه أحس نفسه مقصرا في مساعدة الناس طبعا بالذات بعدما عرف ما الذي يفعله أبو بكر الصديق انعيد كمان مرة لماذا بكى؟ لأنه خاف على نفسه من عقاب الله خاف من عقاب الله بعدما أحس نفسه مقصرا في مساعدة الناس عندما عرف ماذا يفعل أبو بكر الصديق ذلك بكى خوفا من الله خشة من الله أن يعقبه الله لأنه لا يفعل مثل أبو بكر الصديق لاحظوا يعني تقوى وورع الصحابة رضوان الله عليهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى كانوا يتسابقون في فعل الخيرات كما قلنا يعني كل واحد يريد أن يكون هو الأقدر وهو الأسبق على فعل هذه الخيرات رضي الله عنهم جميعا سؤال الرابع هات وصية من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه تمثلت في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إذن لاحظوا أعزائي المطلوب مني أنه أنا من وصايا علي بن أبي طالب أن أستخرج وصية تتمثل أو لها نفس هذا المعنى لا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتكلم ولا تتدخل في ما ليس لك به علم أين ورد هذا المعنى عندما قال علي بن أبي طالب لابنه ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم إذن لا تقل ما لا تعلم نفس المعنى لا تقف ما ليس لك به علم الذي ليس لك به علم لا تتدخل به ولا تتحدث به ولا لا تجادل فيه تمام؟ إذن نفس المعنى بالنسبة للسؤال الخامس لما حذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مصادقة البخيل؟ تفقنا يا سادس أنه حذرهم ثلاث أشخاص الأحمق والبخيل والكذاب وكل شخص حذر علي بن أبي طالب ابنه منه وضح لنا السبب طب لماذا حذره من مصادقة البخيل؟ الجواب يا سادس لأنه يبعد عنك عندما تكون أحوج ما تكون إليه هذا ورد طبعا بالموقف الثاني في الفقرة الثانية إذن لماذا؟ لأنه يبعد عنك عندما تكون أحوج ما تكون إليه السؤال السادس يا سادس له فروع دعونا نتعرف على فروع هذا السؤال السادس لاحظوا معي الفرع ألف الفرع ألف قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن أنا المطلوب مني أن أستخرج من النص ما يقارب في المعنى قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أين ورد هذا المعنى؟ يعني معنى في نصنا مشابه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ذلك في قول عليه لابنه أحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها لاحظوا نفس المعنى أحبب لغيرك ما تحب لنفسك وهنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه نفس المعنى في الفرعباء عدو عاقل خير من صديق جاهل طبعا هذه مقولة أو حكمة مشهورة عدو عاقل عدو يكون عاقل أفضل من صديق جاهل لأن هذا العدو سيحترمك سيستطيع التعامل معك ولكن الصديق الجاهل سيضرك حتى وأن أراد مساعدتك سيضرك صحيح أين ورد هذا المعنى؟ في معنى مشابه من وصايا علي بن أبي طالب أيضا قال لابنه إياك ومصادقة الأحمق لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعك فيضرك وأيضا هنا الصديق الجاهل سيضرك صح؟ ننتقل الآن للفرع جيم لا تهرف بما لا تعرف لا تهرف أي لا تتكلم لا تتكلم بما لا تعرف أيضا هذا يوافق المعنى اللي استنتجناه من قوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم المعنى المشابه في النص قول عليه لابنه لا تقل ما لا تعلم لا تهرف أي لا تتكلم بما لا تعرف هنا أيضا لا تقل ما لا تعلم نفس المعنى صحيح؟ طيب السؤال الأخير يا سادس اقترح عنوان آخر مناسب للنص أي عنوان سادس رائعين أنتوا لو إحنا بالصف أنا متأكدة يعني ستستخرجون الكثير من العنوين وستقترحون الكثير من العنوين المناسبة دعونا الآن يعني أنا أقترح عليكم بعض العنوين وسأسمع منكم أيضا إن شاء الله عنوين أخرى نقول مثلا أخلاق من ذهب أي أخلاق أعظم من أخلاق الصحابة وأي أخلاق أكبر وأرقى من أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم إذن أخلاق من ذهب يمكن أيضا أن نقول من أخلاق الصحابة إذن ماذا نقول أيضا؟ من أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم طبعا ممكن أنه لو كل نص لوحده نستطيع أن نقول في النص الثاني من وصايا علي لابنه في النص الأول تسابق الصحابة على فعل الخيرات ولكن لأن الموقفين طبعا يجب أن أضع لهم عنوان واحد أي أفضل العنوين المقترحة أعزائي إلى هنا نصل إلى نهاية حل الأسئلة ألقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم لنبدأ بالتركيب والأساليب اللغوية ونشرحها إن شاء الله تعالى ونفهمها يعطيكم العافية أعزائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته